السلام عليكم وشونكم أصدقائي اليوم ستتكلم عن أفضل جهازين من وجهة نظري موجودين حاليا وخاصة لعشاق الألعاب أول جهاز عندنا بوكو F5 برو وأيضا موبايل Nothing 2 خلوكم نشوف مميزات الجهازين وأيضا شنو أسعارهم ولكن قبل أن ندخل في المقارنة إذا ما تجد مشترك اشترك وفعل زر الجرس حتى يصلكم كل المقارنات القادمة الشاشة في الجهازين شاشة البوكو F5 برو في أموليد وشاشة Nothing 2 LTP OLED حجم الشاشة في الجهازين Nothing 6.7 بوصة والبوكو 6.67 بوصة دقة الشاشة في الجهازين البوكو يجي بدقة 2K والNothing يجي FHD 1080x2412 أبعاد الشاشة في الجهازين 20.9 كثافة البيكسلات في البوكو 526 بيكسل في كل إنج والNothing 394 بيكسل في كل إنج معدل التعديد في الجهازين هو 120 هيرتس درجة سطوع الشاشة في البوكو 1400 شمعة والNothing 1600 شمعة طبقة حماية الشاشة في الجهازين البوكو Gorilla Glass 5 والNothing نفس الشي Gorilla Glass المعالج والنظام في الجهازين الجهازين يجي معالج Snapdragon 8 أجي للأول الرام في الجهازين 8.12 جيجا بايت الذاكرة الخارجية في البوكو 256.512 جيجا بايت والNothing 128.256.512 الجهازين ما يدعمون الذاكرة الخارجية نظام التشغيل في الجهازين هو Android 13 واجهة المستغنم في البوكو 114 والNothing Nothing OS 2 الكاميرات في الجهازين البوكو يجي بكاميرا أساسية 64 ميجابيكسل وكاميرا ثانية 8 ميجابيكسل زاوية واسعة وكاميرا ثالثة 2 ميجابيكسل تصوير ماكرو والNothing يجي بكاميرتين الكاميرا الأساسية 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.9 والكاميرا الثانية 50 ميجابيكسل زاوية واسعة بفتحة عدسة F2.2 من مميزات الكاميرا الخلفية في الجهازين التقاط السوء بزاوية واسعة والتركيز التلقائي وتثبيت البصري ووضعية العزل والتصوير الليلي والتصوير الاحترافي والتحسين التصوير بالذكاء الاصطناعي الجهازين يجون بنفس المميزات دقة التصوير في الكاميرا الخلفية البوكو يسور 8 كيد بمعدل 24 إطار ودقة 4 كي بمعدل 60 و 30 إطار ودقة Full HD وأيضا تقنية التثبيت البصري وحركة سلو موشن أما Nothing يسور بدقة 4 كي بمعدل 60 و 30 إطار وأيضا Full HD وميزة التثبيت الرقمي وأيضا حركة السلو موشن الكاميرا الأمامية في البوكو 16 ميجابيكسل والنوثنج 32 ميجابيكسل من مميزات الكاميرا الأمامية في البوكو وضع عزلة الخلفية وأيضا التصوير الليلي ووضع التجميل وتقنية HDR والنوثنج نفس المميزات والكاميرا الأمامية يسور بدقة Full HD وأيضا تصوير الحركة البطية سلو موشن دقة الكاميرا الأمامية النوثنج يسور بدقة Full HD السماعات الخارجية الجهازين يجون بسماعة 10 استوريو أنواع الحماية في الجهازين الجهازين يجون بمستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة وأيضا ميزة التعرف على الوجه والنمط والرقم السري وكلمات السر مقاومة الماء والغبار الجهازين يجون بمقاوم للغبار والرذاذ الماء بمعيار IP53 الشحن والبطارية سعة البطارية في البوكو هو 5160 ملي أمبير والناثنج 4700 ملي أمبير نوع البطارية في البوكو ليثيوم بو والناثنج ليثيوم آيون البوكو يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط والناثنج يدعمها ب45 واط الشحن اللاسلكي البوكو يدعم بقوة 30 واط والناثنج يدعم بقوة 15 واط الشحن اللاسلكي العكسي البوكو ما يدعم هاي الميزة والناثنج يدعمها بقوة 5 واط مدة شحن البطارية في الجهازين البوكو يشحن 50% في 15 دقيقة والناثنج يشحن 100% في 55 دقيقة حتويات العلبة البوكو يجي جهاز شاحن بقوة 67 وات وكيبل تايب سي يو اس بي وقراب للحماية ودبوس لخراج الشرائع والناثنك يجي في العلبة الجهاز كيبل يو اس بي تايب سي ودبوس لخراج الشرائع وفي الأخير أتمنى أعجبكم المقارنة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يسألكم المقارنات القادمة وفي أمان الله